يومكم أندلسي بامتياز سنتعرف معاً على أول قضية من قضايا الشعر في العصر الأندلسي تحديداً وصف الطبيعة تسألوني ليه وصف الطبيعة؟ لأن العصر الأندلسي امتاز بطبيعة خلابة من مناخ معتدر، من تضاريس، من خضرة دائمة ومن أنواع مختلفة من اثمار هذا المضع وهذا الأمر جعل الشعراء يقوموا على وصف هذه الأمور الطبيعية وهذه الأشكال الخلابة المختلفة لكن عملية وصف هذه الطبيعة أخذت أشكال وموضوعات مختلفة من الشعراء قاموا على وصف الطبيعة ككل مثل ابن سفر المريني واسمعوا كيف وصف طبيعة الأندلس أنهارها فضة والمسك تربتها والخز روضتها والذر حصباء وبعض الشعراء وصف الحدائق والرياض وتحديداً الأزهار الموجودة بهذه الحدائق خلونا نسمع ابن النظام وقد بدت للبهار ألوية تعبق مسكن طلوعها عجب يا سلام وبعض الشعراء وصف الأزرق شو يعني الأزرق؟ يعني البحار والمحيطات والأنهار والسواقي من مثل ابن حمديس الذي وصف بركة الأسود في قصر الحمراء اسمعوا وضراغم سكنت عرين رئاسة تركت خرير الماء فيه زئيرا أسد كأن سكونها متحرك في النفس لو وجدت هناك مثيرا يا سلام وأخيراً بعض الشعراء جعل من هاي المظاهر الطبيعية صديق لإلهم يبث لإلها آلامهم ومعاناتهم وأيضاً كانت هاي الطبيعة تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم اسمعوا ابن خفاجة أصخت إليه وهو أخرص صامت فحدثني ليل السراء بالعجائب أرجو أن تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة الأندلسية دائماً للحديث بقية ابقوا معي